اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين واشهد ان محمد عبده ورسوله بلغ البلاغ المبين ثم اما بعد عباد الله فقد اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهنا عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدي الساعة بعثت أنا والساعة كهاتين وحلق ببصبعي السبابة والتي تريها بعثت أنا والساعة كهاتين في التقارب والتناصب وقيل كالفرق الذي ما بين أصبع السبابة والأصبع الوسطى الفرق الذي بينهما هو الفرق الذي بين مبعثه صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة فما مضى من الدنيا كقول الأصبع السبابة وما بقي من الدنيا كالفرق ما بين أصبع السبابة والأصبع الوسطى فالفرق اليسير الذي بينهما هو الفترة التي بقيت بين مبعثه إلى أن تقوم الساعة عباد الله والساعة أدهى وأمر هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الساعة أدهى وأمر أذهب للعقول يوم تذهل كل مردعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد الساعة أدهى وأمر أعظم وأكبر أدهى تطير لها العقول تضطرب لها القلوب ترتكف لها الأبدان ولأنها عظيمة كبيرة خطيرة نهاية الدنيا فيها حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها بالمبادرة بالأعمال الصالحة والبعد عن الفتر والكبائر والآثام والبدع والضلالات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتني مكانه من شدة الفتر من شدة الفتر من شدة الأهوال من شدة أمواج الضلالات يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه تغيرات عظيمة وكثيرة وسريعة تعرض تعرض على القلوب وتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا كما جاء في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فنة المدامة السماوات والأرض وعلى أسود مربادا كالكوزي مجخية أي كالكوزي مقلوبة لا يستقر فيه ما فكذلك القلب الأسود لا يستقر فيه الإيمان أبدا والعياذ بالله مهما سمع من المواعر مهما توليت عليه آيات الله تبارك وتعالى في قرآنه مهما نزلت عليه من الآيات الكونية من الزلازل من المحل من البراكين من الأعاصير من الفيطانات لا يرده ذلك ولا يردعه شيء من ذلك قال الله عز وجل عن هذا الصنف ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا هذا الصنف لا تخوفه الآيات المرآنية ولا المواعر ولا الآيات الكونية هذا الصنف لا يردعه إلا نار تلظة لا يصلاها إلا الأشقى والعياذ بالله ولهذا قال الله فيهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا فيخبرنا صلى الله عليه وسلم عن قرب الساعة لنستعد لها حتى لا ننشغل بهذه الدنيا كثيرا انشغالنا بهذه الدنيا كانشغال المسافر في طريق سفر إذا جاع نزب وقتا يسيرا فأكل أكلة يسيرة ثم واصل طريق سفر فانشغالنا في هذه الدنيا انشغال المسافر انشغال المسافر ليس انشغال المستقر وانظروا عباد الله وانظروا عباد الله في البيوت والقصور بناها أصحابها ورحلوا إلى الدار الآخرة رحلوا إلى الدار الآخرة بقيت البيوت وبقيت القصور وبقيت الأموال يتقاسمها الوراث فيما بينهم ثم لا يلبث الوارث أن يموته أيضا فيغادر هذه الدنيا إلى الوخرة ما بعثت أنا والساعة كهاتين يقول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وقال لا تأتيكم إلا بغدة قال الله جل وعلا عن الساعة لا تأتيكم إلا بغدة فجأة تفجأ الإنسان يفاجأ بالساعة وقد قامت وقد بدأت علاماتها الكبرى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغدة فقد جاء أشراؤها أي علاماتها الكبرى وقبلها الصغرى هل ينظرون إلا الساعة هل ينتظرون ماذا ينتظرون ليتوبوا ماذا ينتظرون ليستعدوا للقاء الله عز وجل يقول الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه اعلموا أنكم ملاقوه فعلى أي حال يكون ذلك اللقاء اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون إنا لله وإنا إليه راجعون يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة ويخبرنا ربنا جل وعلا عن الساعة وبغتتها ومفاجأتها للناس حتى لا تأتيهم وهم في غفلة اقترب للناس إسابهم وهم في غفلة المعرضون لاهية قلوبهم هكذا يخبرنا الله عز وجل عن أمر الساعة أخبرنا عنها في كتابه كثيرا وحدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته كثيرا لأنه ليس بعد الساعة إلا الجزاء والحساب ليس بعد الساعة إلا الجزاء والحساب ليس بعد الساعة إلا جنة عرضها السماوات والأرض أو نار تلظى لا يصلاها إلا الأشعار فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ إلى متى اللفلة؟ إلى متى الانشغال بالدنيا؟ بفتنها؟ بملذاتها؟ بزينتها؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا؟ أحسن عملا؟ ليس المراد كثرته وإنما المراد حسنه وحسنه إخلاصه واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه زينة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله قروه يا أيها الناس بخاطم الله تعالى جميع الناس إن وعد الله حق الساعة الساعة حق كما جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم والساعة حق يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا لا تغرنكم لا تلهينكم عن الهدف المنشود عن الغاية العظمى عن المآل والنتيجة الكبرى إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ببغياتها زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن النهار لا تغرنكم الحياة الدنيا لا تلهينكم عن الغاية التي لأجلها خلقكم الله تعالى في هذه الأرض وأوجدكم فيها من عدم لا تشغلنكم لا تغرنكم لا تخدعنكم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان الرجيم الغرور الذي غر أبانا آدم وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلق وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوأتهم آدم الشيطان غره والله تعالى يحذرنا كبني آدم يحذرنا بني آدم أن يغرنا الشيطان يا بني آدم لا يخرجنكم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يا الله تعالى يحذرنا من هذا الشيطان الرجيم أن لا يفتننا كما فتن أبوينا أن لا يفتننا كما فتن أبوينا أن لا يغرنا بشعاراته بدعاياته بعباراته بأفكاره قال يا آدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بمرور قاسمهما أقسم لهما بالله قال يا آدم أن أذلك على شجرة الخلق وملك لا يبلأ أقسم إبليس لآدم وآدم عليه السلام من حسن فضرته وحداثة عهده بالخلق والإيجاد من عدم ما ظن ولا خطر على بال آدم عليه السلام أن هناك من يمكن أن هناك من يقسم بالله كذبا لما حلف له الشيطان صدقه آدم عليه السلام لأن آدم عليه السلام لم يعهد أن هناك من يحرف بالله كاذبا ما مر عليه مثل ذلك ظن أن كل من حلف بالله فإنه صادم قال الله جل وعلا وقاسمهما أقسم لهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين الشيطان أقسم لآدم ولحواء عليهما السلام إني لكما لمن الناصحين كلا من هذه الشجرة هل أدلك على شجرة الخلق وملك لا يبلأ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليوريهما سوآتهما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة أول هذه الفتنة فتنة التبرج السفور الاختلاق بين الرجال والنساء ينزع عنهما لباسهما وفي الصحيح عند البخاري يقول صلى الله عليه وسلم إِنَّا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم أعد الله تعالى لكل واحد منا منزلا في الجنة كل واحد منا أعد الله له منزلا في الجنة فمنا من يسكن ذلك المنزل إن عمل صالحا ومنا أجار الله وإياكم من يبدل به منزلا في النار والرياض بالله ما منا إلا وله منزل في الجنة ولهذا يقول الله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة فالسعيد من عاد إلى منزله مسكنه الأول وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم كنا في الجنة في صلب أبينا آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اهتم جميع الأنبياء والرسل بأمر الساعة وقيامها وعلى رأسهم وخاتمهم صلوات ربي وتسليماته عليه اهتم اهتماما كبيرا بأمر الساعة وقيامها تحذيرا للأمة من بغتتها من فجأتها جاء أشراطها جاء أهوالها جاءت علاماتها جاءت أشراطها وأولها بعتة رسول الله صلى الله عليه وسلم معذت أنا والساعة كهاتين فكان مبعثه أول علامة من علامات قرب الساعة اقتربت الساعة هذا يقوله الله جل وعلا في كتابه اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الله تعالى يقول لنا اقتربت ويقول عز وجل لمن يستبعدونها ويستبطئونها ويرون أنها لن تأتي وهم أحياء إنهم يرونها بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهم وتكون الجبال كالعلم ولا يسأل حميم حميمة يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلا إنها لضى كلا إنها لضى مزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى كلا يقول الله كلا إنه نرونه بعيدا ونراه قريبا إنها قريبة وليس الشأن فقط في قربها هي مع أنها قريبة لا تأتيكم إلا بغته يقول الله عز وجل لا تأتيكم إلا بغته يسألونك عن الساعة أيان مرساة يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند ربي لا تأتيكم إلا بغته ثقلت في السماوات والأرض ثقلت أمر الساعة ثقيل أمر الساعة ثقيل إذا زلزلت الأرض زلزالها أمر الساعة ثقيل إن شقت السماء تنشق لها السماء إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت ثقلت في السماوات والأرض ثقل أمرها إذا جاءت الساعة اضطرب نظام الكون بأكمله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجلال سيرت إذا السماء انكدرت تنكدر وتنفطر وتنشط والشمس تكور وتلقى في جهنم والقمر يكور ويلقى في جهنم والنجوم تذهب من السماء ويلقى بها في جهنم أمرها عظيم كبير خطير عظم الله تعالى أمرها وقرب لنا زمنها أخبرنا أن زمانها قريب لا تقاسب السبعين سنة لكنها في عمر الدنيا ما بقي من عمر الدنيا فيما مضى وذهب وانقضى ما بقي منها قريب ويسير جدا ما بقي منها قريب ويسير جدا ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها أشد التحذير لنكون منها على حذر ولنكون عند حضورها على استعداد للقاء الله تبارك وتعالى بارك اللهم ولكم حقر آل عظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والفكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ورقم إنه هو الوفوغ البرو الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عنوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتماء الأكملان على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى من تبعه بإحسانه إلى يوم الدين ثم أما بعد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه فيحدثهم عن أمر نهاية الدنيا وما يحبث وما يقع إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وربما صلى الله عليه وسلم حدثهم يوما كاملا كما في صحيح الإمام المسلم عن أبي زين رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضر الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما يكون فأعلمنا أحفظنا وعند المخاري معلق المجزوما به عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فحدثنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم بدأهم صلى الله عليه وسلم في يومه ذاك من بدء الخلق ثم حدثهم بما يقع وما يكون إلى أن دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم لماذا يخبرهم لذلك حتى لا ينخدعوا بما يأتي في آخر الزمان من فتم ومضلات في سنع أبي داود بسبب جيد عن كذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال والله ما أدري أنسي أصحاب هؤلاء أم تناسوا ما من قائد فتنة إلى قيام الساعة يبلغ من معه ثلاثمائة ثلاثمائة رجل إلا وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه واسم أبيه واسم قبيلته ما من قائد فتنة لأن من أول علامات الساعة التي بدأت مبكرة كثرة الفتن من أوائل علامات الساعة الفتن وكلما اقتربت الساعة كلما زاد اقترابها كلما كثرت الفتن كلما كثرت الفتن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته لهذه الفتن تحديدا وحذرهم منها شديدا وأنذرهم منها لأنها من أوضح علامات الساعة ولأنها تفتن الرجل وتفتن المرأة في دينهم في أخلاقهم تفتنهم فتنة عظيمة قال النبي وقال حذيفة من اليمان رضي الله عنه وكثرت الأحاديث عن حذيفة الفتن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصه بأحاديث الفتن كان يخصه فهو عالم الفتن رضي الله تعالى عنه وراوية أحاديث الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وكانوا يسألون رسول الله عما كان وكنت أسأله وكنت أسأله عما يكون فهو راوية أحاديث الفتن ولهذا سأله عمر الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري قال عمر الخطاب أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن فقال حليثة رضي الله عنه سمعته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة فقال عمر رضي الله عنه ليس عن هذه أسأله إنما أسألك عن التي تموج كموج البحر فتن كأمواج البحر أمواج البحر موجة وبعدها موجة إن لم تغربك الموجة الأولى أغرقتك الموجة الثانية إن نجوت من الموجة الثانية جاءتك الموجة الثالثة والرابعة كأمواج البحر وهكذا الفتن في آخر الزمان كلما زادت كلما قارب آخر الزمان كلما قارب التموج في الفتن وتكاثر قال عمر ليس عن هذه أسألك أسألك عن التي تموج كموج البحر فقال عمر حليفة رضي الله عنه ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باب بينك وبين هذه الفتن التي تموجك موج البحر باب فقال عمر رضي الله عنه أيفتح الباب أم يكسر فقال حليفة رضي الله عنه بل يكسر فقال عمر رضي الله عنه إذا لا ينغلق أبدا لأن الذي ينفتح ينغلق أما الذي ينكسر لا يرجع كما كان قال إذا لا ينغلق أبدا قيل لحذيفة أكان عمر رضي الله عنه يعلم من الباب قال نعم لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليق قال مسروق قلت لحذيفة من الباب قال الباب عمر وفعلا عمر رضي الله عنه لم يمت موتة طبيعية مات مقتولا كسر رضي الله عنه هذا كسر الباب قتل وليس موتا طبيعية قال الباب عمر قال حذيفة رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديثة لو حدثتكم بها لصال صرتم ثلاثة فرق فرقة تقاتلني وفرقة لا تنصرني وفرقة تكذبني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأسماء قواد الفتن في آخر الزمان بل وأخبره بأسماء المنافقين في المدينة بأعيانهم فلاء وفلاء وفلاء وأخبره برؤوس الفتن إلى قيام الساعة بأسمائهم وأسماء آبائهم وطبائرهم التي يرتسمون إليها ولهذا حدث حذيفة رضي الله عنه بأحاديثة كثيرة عن هذه الفتن وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتن ثم تكون فتن ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الطائم والطائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الزاعم من استشرف لها تستشرفه من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذا فليلذ به يلوذ بنفسه من هذه الفتن يمر في الصحيحين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم يوشق أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يفر بدينه خوفا على دينه من شدة الفتن قيل لحذيفة رضي الله عنه كيف نعرف أن الفتنة أصابتنا قال إذا رأيت الشيء حلالا وكنت تراه حراما فقد أصابتك الفتنة وإذا رأيت الشيء حراما وكنت تراه حلالا فقد أصابتك الفتنة وقال أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف بالأمس كان يرى هذا الأمر حراما فانطلبت به الموازين وانفتحت عليه الدنيا وأخذته الأفكار الهدامة فصار يرى أن هذا الشيء حلالا والعياذ بالله لا هو بالذي استفتى في ذلك العلماء ولا هو بالذي رجع في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله إنما هو مع أمواج الفتن إنما هو مع أمواج الفتن قال أحد الحكماء لسعد سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في الفتنة يتبين من يعبد الله ممن يعبد الطابوت أسأل الله تعالى أن ينتينا من الفتن وأن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ضرر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ ذلك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجار اللهم إنا نعوذ ذلك من عذاب النار ومن عذاب القبر اللهم إنا نعوذ ذلك من رضاك من سخطك ولمعافاتك من عقوبتك وذلك منك لا نفسي تناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم كل إخواننا المسلمين التي غور في الصين يا رب العالمين اللهم أنجي المصرعفين من المؤمنين في شرق الصين يا رب العالمين اللهم أنجي إخواننا الإيغور في الصين يا رب العالمين اللهم عليك بالصين والصين وجنودها اللهم عليك بالصين وجنودها اللهم مزقهم كما مزقوا إخواننا المسلمين في الإيغور اللهم قتلهم كما قتلوا إخواننا اللهم قتلهم تقتيلا اللهم خذهم أخذا وبيلا اللهم دمرهم تدميرا اللهم اجعل بأسهم بينهم واجعل دائرة عليهم اللهم انتق منهم إنك عزيز تنتقام اللهم إنهم قدلوا الرجال اللهم إنهم التصفوا النساء اللهم إنهم رملوا نساء اللهم إنهم يتموا الأطفال اللهم فانتق منهم شر انتقام إنك عزيز تنتقام اللهم إنا نجعلك في رحبهم ونبرأ بك من شرورهم اللهم انتصر لأخواننا المستضعفين يا رب العالمين اللهم انتصر لإخواننا المستضعفين يا رب العالمين اللهم انتصر لهم فإنهم مغنوبون يا قوي يا متين اللهم انتصر لهم بقدرتك إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوبك من سخطك والنار اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا كما ربونا صدارا رب ارحمهما كما ربونا صدارا رب ارحمهما كما ربونا صدارا سبحانه رضيك رب العزة عما يصبون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين